معظم النساء يتخلصنا منه في القمامة بالرغم أنه مفيد يمنع من تجلط الدم وغني جدا بالبتع كاروتين وبشرى للمدخنين هذا الشيء الذي يتخلصنا منه النساء يعمل على تجديد شباب الرئتين وخصوصا للمدخنين الذين أصيبت رئتين بأضراج ذيما بسبب تدخين مفرد سأعطيكم وصفة رائعة تنظف الرئتين بشكل ممتاز الشيء الذي يتخلصنا منه النساء يحفظ إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم فهو يعتبر آلية دفاع طبيعية للجسم ومكافحة كل شيء من الجذور الحرة إلى الشيخوخة المبكرة تابعوني للنهاية أرجو الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد ولا تنسونا من لايك لتعم الفائدة على الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأعطي جدا بالبوتاسيوم وهو الذي يتحكم في مستويات ضغط الدم من الجسم بذور الشمام أو زرعة القرعة لتحافظين على صحة القلب وسنعرفوا فيها كيف تلكم البوتاسيوم لتيمنع أيضا ارتفاع ضغط الدم المرتفع وسيمنع أيضا صوديوم من القيام بأي ضرر للجسم بذور الشمام أو الكنطالوبر عنده بزاف ديال المنافع أيضا تعمل على الاسترخاء الأعصاب وخيف الضغط الدم في الجسم وبالتالي يمنع موت الخلايا الناجم عن الإجهار التأكسودين نسلم عصبين وعندهم يعني الضغطات يشربوا هاد العصار راتيريح وممتاز جدا أيضا بذور الشمام غني جدا بالبيتا كاروتين وهو تحافظ على صحة العين الناس اللي عندهم نظر ضعيف يشربوا هاد العصار كيف قلت لكم غني جدا بالبيتا كاروتين تقوي النظر ويعمل على منع اعتام عدسة العين ره مهم بزافي بزاف ديال العناصار اللي خليت ليكون في صندوق الوصف فقط ما تنساوناش من اللايك أيضا نسلي عندهم تققاد يال القلب تنقولوا تجيوهم ديك تققاد القلب يشربوا هاد العصار راتيريح أيضا تعزز سوريل الأكسجين إلى الدماغ وتيخلي الإنسان يركز مزيان وفي نفس الوقت تيت ترخا وتينعس يعني كتنقولوا تيشبع نعس فغير كولوه ره ممتاز جدا نريدكم الطريقة الصحية والصحيحة بش تناولوا ره فيه أيضا الفلكتوز والكليكوز عفوا الناس اللي عندهم مرض سكري تهو ما يشربوه الناس اللي عندهم السمنة حتى ورا ما تغلطش نهائيا أيضا كيف قلت لكم الناس اللي سيدخنوا بزاف ره تينقلهم صدر المهم أنا ما تنصحكم مش باش تتخنوه إن شاء الله في حلقات مقبلة غدي نعطيكم واحد العلاج رائع وفعال في أقل من أسبوع غدي توقفوا يعني التدخين المهم من بعد مثلا ناخدو بذور يعني الشمام أو بذور سويلة تنزيدوا معها الماء تقريبا نصف لتر من الماء وتنطحنوها جيدا وتنصفوها مزيلا هذا المحلول عندي غدي نعطيكم جوش طرق بالنسبة للمدخنين غدي نضيفو جوش حبات ديال البرتوقال غدي نقطعوهم من بعد ما صفيت هادك العاصر تنصفوه تنزيدوه الليمون تنعود نطحنوه تنشربوه ثلاثة مرات في الأسبوع هذا بالنسبة للمدخنين بالنسبة الناس اللي يعني العاديين غدي نشربوه جوش مرات في الأسبوع كاللي غدي يقول لي علاش غنقول لي لانه يعني بذور الشمام او بذور الزريعة ديال سويلة فيها واحد نسبة عالية ديال بوتاسيوم وتالب بوتاسيوم را ما خاصنش يعني نكتروا منه را كل شي غدي تلقاه في صندوق الوصف المهم اللي بغى هاد العاصر هذا يديرو بحل الحليب عادي ما نستعمل الحليب نطحن الزريعة ديال سويلة وتنصف فيها عاوض منديل الحليب معدي سير تنضيروا هذه الزريعة اللي طحنا تنضيروها مع الفواكيل اللي بغى ديال الموز او الخوخ او المشماش يعني اه اللي بغيته فانتو ما تستعملوه بلص الحليب وفيه بثاف ديال المنافي ما تنصحكمش باش تلوحو تنتمنى باش تجبكم الحلقة اليوم وتشاركوها مع الاشتراك